تساقط الشعر كلكم وكل جن انتين عدكم هاي المعانات من سقوط الشعر طبعا أسباب سقوط الشعر خلي أقول لكم يا وراثة وراثة ما يفيدة حدشي دكتور ولي سرحانة وغير حدشي دكتور ولي سرحان إلا زراء زين طبعا أنا بنسبة لي أصلا أحب الصلاة يعني توفر فلوسك لا تروح للحلاق ولا شي مرادة زين صفر زين هسا اليوم أعلمكم شلون تقدرون تقوون الشعر مالتكو واللي عنده سلعة أو تساقط بالشعر أو بلش الشعر ماته يسقط هذا السر وهذا السحر لا سحر ولا شي هذي النبات تعرفونا شنو هذي فاكهة هذي الأفوكادو الأفوكادو تدرون من يجاية هاي هاي الوحيد البلد اللي صار منه أصلع من عندكم منه شعر يوقع زين خلا أقول لكم الأسباب وأقول لكم على الأفوكادو اللي هو الحل وشون تستخدمونه هذا الفكر الأصلع يكتب أنه أنا أصلع يوقع شعري ضعيف شعري أخوان الأفوكادو بس بالمكسيك شايفين هم المكسيكين حتى الولد مالتهم شعره مش طولة هذا الأفوكادو مالتهم هاي من الأفوكادو بس هسا ينزرع بسبانيا وإيطاليا وهاي نقام سرعونه بالعالم كله الأفوكادو هسا أقول لك عليها شنو راح يفيدك بالأفوكادو عدكم هذا موجود يامكم من باع هذا الأفوكادو فاكية طبعا شون تعرفها هاي جيدة لون مجيدة طلع هذي هذي إذا بيضة هذي إذا شوفها خضار جيدة إذا جوزية مو زينة يعني إذا سودة و جوزية مو زينة فتطلع بس اللبا مالتهم منه أصلع من عدكم زين كلكم مردة والقلب أحمر ودي الفيلم للأصلع أو اكتب اسم الأصلع الجوة أو الصلعة أو الدتوس طبعا أخواني الغدة الدرقية الغدة الدرقية إذا كان بها هبوط أو زيادة في إنتاج الهرمون السبب ضعف بشعر والقلق السعر قلة النوم الأرق القلق زين الامرأة اللي ينتهد هرمون الاستروجين الأنثوي مالتها يقوم عندها تساقط الشعر مالتها وراء الخمسة واربعين خمسين سنة زين هو يسألوني وكشفتها الدكتور يوقع شعري خليها أخواني هذه الفاكهة الأفوغادو شلون تستخدمونها طبعا هذه بها سعرات حرارية كل شو هواية 130 سعر حرارية أو 160 بالميتغرام مالتها فالي يأكلها لازم يحافظ على الوزن مالتها زين شبية هاي بها دهون دهون جيدة جدا للقلب الدهون الوحيدة هي وزيت الزيتون هذي الأنصح بها أنا يومي حصيتي هاي وحدة وحدة باليوم حصتي من أدها هذي زين غالية همين شوي هذي يا أخواني شون تستخدمها تاكلها تاكلينها أنتي زين بعدين القشر زين القشر لو حتها بهال شبيها هاي بيها طبعا بيها الدهون غير مشبعة و جيدة جدا تنزل لها الدهون الخبيثة و دهونها جيدة للقلب و شراين و للبشرة لتريد ناعمة بشرة أو أنت تريد بشرة ناعمة هاي جيدة شس بيها فيتامين اي بيتامين بي بيها الكيروتين بيها ضد الأكسدة هذي اللي الحلوة ضد الأكسدة يعني شوه ضد الأكسدة يعني الخلايا الميتة يقلل موتها بالجلد بالقلب بالجسم كله يقل الأكسدة هاي اللي يتقتل الخلايا هذا يعمل ضد الأكسدة زين بعد شو نستخدم تقصين القشر تعقلينها أول مرة ريوق فطور فطور تشكون فطور كلها بيض 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 هاي فطور سويها بطريقات يعني أتفلسف بيها بعدين أعطيكم محاضرات شو ناسوي المهم تقصين القشر مالتها القشر وانت همين مو للخواتنا فقط للرياجي همين القشر زين تدهن بي الشعر مالتك بالقشر تدهني أو تأخذين هذا سوينا عبارة عن يعني في الدهن السوينا هو دهني والأهم شي الفروة مات الرأس تندهن فروة الرأس هاي دكتور انت أصلا هاني أحبه هاني ماريد هاني أصلا زوجتي زوجتي تحبني أصلا ماهما تتقولي زين شدي هاي زين فالأه والبشرة تقدمين تدهنين بها البشرة إذا واحد جربوها هذا ما خسران خسرها مزيانة للجسم وهان جربوها خلال شهرين تشوف شون الشعر مالتك يصير حلو لا تستخدموا كميائياته وحتى زرع لا تزررونه انت اذا عندك وراتي تقبلها هاي الشغلة ورحابة الصدر وانتي لا تلحين علي الزوجة انت أصلا وتعايبينه هو الأصلا ملك الساحة مو انتم تقولون هاي شي زين انا ملك الساحة انا أصلاقي هوا يكتبوا لي انت أصلا وتريد تعالج الناس انا ماريد اعالج نفسي انا مرتوح كل شي اصلا دكتور ده مواصلع ما يفتن كلكم مرده ولا تنسى اكتب الاسم الأصلا زين خلي استفاد من هذه وجربها شهرين اذا ما فادتك زين هياكم هل كلكم مرده ولا تنسى الكبير بالعمر اذا انتم كبار العمر تاكلون انتم هذا جيد للقلب للشرين افضل دهون هي هاد هنا ما نطول عليكم اكم محاضرات تحت هذا اذا شوفها تفيدك دقيقتي انا شوف لك درس يفيدك واهلا بكم كل يوم مرض وكتب ليها شن اللي انت المشكلة اللي عندك كتبها اباوع عليها هاي تعليقات مالتكم آني وان شاء الله سوي لكم فيلم كل يوم قصير ومفيد ان شاء الله معكم كان دكتور ولي سرعا فيهم الله اشتركوا في القناة